الكثير من التسريبات والقليل من الحقائق الوضع في اليمن وصل الى اعلى مستويات الاثارة السياسية التي بات معها الجميع يبحث عن مخرج امن له وبما يضمن استمراره في مرحلة ما بعد الحرب التي اكلت الاخضر واليابس امتدت الحرائق الى اكثر من 17 محافظة وتجاوزت المواجهات الحدود وارتفع دخانها في اكثر من عاصمة فمن صنعاء الى مسقط والرياض وطهران وصولا الى جنيف وواشنطن وموسكو عواصم حافظ اليمنيون اسماءها جيدا واعادوا متابعة كل الاخبار القادمة منها الحرب الخيار الصعب والطريق التي ساق الحوثيون البلاد اليها قبل ان تتحول لكابوس وبداية لنهاية احلام الخرافة المبنية على اوهام الاستفاء والافضلية بعد مرور عام على الحرب بدأ الجميع في البحث عن حلول تكفل الخروج باقل الخسائر فصالح يبحث عن دور اماراتي يكفل خروجه من البلاد بشكل يكفل الحفاظ على مصالحه وسلامته واسرته ويضمن عدم تعرض املاكه للمصادرة والملاحقة يرى صالح في الدور الروسي فرصة للنفاذ وهو ما يكشف سر زياراته المتكررة لسفارة موسكو بصنعاء وتسريب اخبار مرض صالح وتدهر حالته الصحية يعد مخرجا ملائما امام انصاره الذين وعدهم بالبقاء في ارض المعركة والموت فيها حلفاء صالح ايضا من الحوثيين لم يكونوا خارج الصورة وبدأوا منذ وقت مبكر في اعادة الحسابات بناء على تلك المعطيات والمتغيرات وكانت بداية التهدئة منذ اسابيع حين تراجعت اخبار الهجمات التي يقوم بها مسلحو الميليشيا على الجانب السعودي من الحدود وقيامهم بتسليم اسير سعودي بدون شرط او قيد مصادر قريبة من الموعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ نقلت عنه في وقت سابق ان السعودية دخلت في مفاوضات سرية مباشرة مع الحوثيين وانها وافقت مؤخرا على استئنافها في العاصمة الاردنية عمان لغة التعنت التي يتحدث بها الحوثيون عبر الطاولة المفاوضات في جينيف تختلف تماما في الغرف المغلقة والتنازلات العابرة للحدود الحديث خارج اطار المفاوضات يتم برعاية خفية من قبل المبعوث الاممي فالانباء الواردة من الرياض ومن ابو ظبي تقول على حد سواء ان لقاءات سابقة عقدها ولد الشيخ مع مسؤولين السعوديين واماراتيين هي من مهدت الطريق امام الحوثيين وصالح وفتحت الابواب التي كانت موسدة خلال الفترة الماضية في خضم البحث عن تسويات ونهاية لصراع القوى يبقى ضحايا الصراع الحقيقيين غير مرئيين بشكل كامل وتظل الضبابية والصفقات السرية وحدها سيدة الموقف اشتركوا في القناة